اشتركوا في القناة قبل ايام احتضنت توكيو قمة تيغاد واليوم شاء الدور على اندونيسيا الدولة التي تملك اكبر اقتصاد في جنوب شرق اسيا وبعد غد سيجتمع صناع القرار الافريقي مع شريك صيني يحظى بمكانة هامة في القارة السمراء خاصة على المستوى الاقتصادي عين على هذه القمم الافريقية الاسيوية المتلاحقة وقراءة في نوعية الشراكات التي تعقد مع القارة بشكل عام ومع المملكة المغربية بشكل خاص في حلقة اليوم يحضر معي في الستوديو الدكتور زكريا أبو الدهب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد خامس بالرباط أهلا مرحبا بك أهلا شكرا أخ نوفي العزيز تلحيب موصول أيضا بالدكتور لحسن أقرطيط الباحث والخبير في العلاقات الدولية أهلا مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا أستاذ نوفي عدنا والعود نتمناه أن يكون أحمد في هذا الموسم الجديد المليء بالتأكيد بالأحداث بمختلف الانتماءات واليوم الحداث اقتصادي ربما لديه تجليات قد تكون متلاحقة فيما بعد ربما تكون ثقافية أو تكون سياسية وهي حاضرة بطريقة أو بأخرى لعل تصريح السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية ممثل جلالة الملك في هذه القمة الذي تحدث عن أن أندونيسيا تعترف بالوحدة الترابية للدول الأفريقية ولعل غياب الكهة الكيان الوهمي أيضا والمسرحيات التي كانت في تيغاد تونس ثم الآن في أندونيسيا تؤكد على أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة نحن في حضرة التنينات الأسيوية دكتور زكري أبو الدهر ماذا يعني ذلك للدول الأفريقية في قارة أسمها جلالة الملك قارة القرن الحادي والعشرين أولا أندونيسيا عندما نبحث في الوثائق نرى بأنها تنتمي إلى مجموعة العشرين أكيد وبالتالي فهي ليس فقط تنين فالآن أصبحت قوى اقتصادية إقليمية يحسب لها ويعد لها أكثر من مرة ثم ثانيا أندونيسيا على حسب الشعار الذي اتخذته هذه الدورة وهو فضاء للتعاون ليس فقط الاقتصاد وإنما المتعدد المشارب منذ 2018 هذه النسخة الثانية أندونيسيا كانت هي المؤسسة لمجموعات الأزيان مع ماليزيا وكانت تايلوند والفليبين وسنغافورة وكل هذه الدول سبحان الله يعني تمتاز بديناميكية اقتصادية متميزة جدا وبين قوسين آسيان التي نحظى بشراكة قطاعية معها وهذا ما وددت أن أقوله في 2023 كانت أندونيسيا هي التي كانت ترأس المجموعة هذا يعني مجموعة تكثل وحديثة سنة 1967 ثم انضافت إليها بالإضافة إلى الخمس دول مؤسسة دول أخرى كالفيتنام مثلا دولة مهمة جدا أو نعطي مثلا دولة ميانمار أو البيغماني سابقا ودول أخرى مثلا بروني وهي دولة مسلمة بالإضافة إلى ذلك هذا الأزيان أيضا التي إن صح التعبير يعني تديره بالإضافة إلى أندونيسيا وماليزيا وهما قوتان مهمتان جدا أندونيسيا الآن تقريبا قد تضاهي حتى الهند فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي ومستوى التقليل قوة ديمغرافية مهمة جدا تقريبا تلتمية مليون تقريبا حتى على مستوى الدخل الفردي 14 ألف دولار إلى آخره وله طموحة وأنا منذ سنوات كنت أقرأ على مجموعة من السيناريوهات صيغت من طرف مجموعة من مراكز التفكير تينك تانكس وكانت تقول بأن إندونيسيا في أفق 2050 سوف تصل إلى مستوى متقدم جدا فبالتالي فليس من الصدفة أن تطلق هذا الفضاء التعاوني مع إفريقيا طيب في الحال مصالح مشتركة هناك أمور مهمة جدا ولدينا ما يمكن أن نستفيد منه من هذه الأجربة ومن هذا الإنخيرات سواء تعلق الأمر بالعلاقات المباشرة المغرب أندونيسيا أو بفضل أزيان كما قلت التي فيه المغرب يستفيد من مركز الشريك المتقدم ثم أيضا هناك سياق أخرى مكملة أزيان زائد ثلاثة يعني زائد اليابان وأفكر في تي كاد زائد الصين أفكر في الفوكاك ثم زائد كوريا الجنوبية وتعلم أخي نوفل بأن كوريا الجنوبية وهذا ربما القليل ما يعرفه 2013 أطلقت ما يسمى بمكتا ومكتا فيه المكسيك وفيه أندونيسيا أيضا وفيه تركيا وفيه أيضا فيه الأستخالي وفيه كوريا الجنوبية التي أطلقت أول قمة مع أفريقيا مؤخرا في يونيو 2014 وإن كنا نتحدث عن التاريخ ذكرتني أيضا بباندونك وهي المنطقة التي عقد فيها الاجتماع أو الشراكة الأفريقية أو المؤتمر الآسيوي الأفريقي 1955 يعني نحن نتحدث عن نصف قرن من الزمن وأكثر وما يزيد وهذه العلاقات يعني تتطور وتتسارع ما بين التنينات الأسيوية العملاقة والدول الأفريقية ولكن الترقب على المستوى المادي يقول هناك ما يقارب ثلاثة مليار ونصف المليار دولار من الصفاقات المتوقع أن يتم التوقيع عليها حين نأتي ونقارن بالقمة المنتظرة أيضا في بكين بعد يومين الأربعاء المقبل قمة الصينية الأفريقية نحن نتحدث عن تبادل التجاري والأكبر على الإطلاق بين دولة والقارة الأفريقية ما يفوق 282 مليار دولار الصين تتربع على عرش الشركاء التجاريين للقارة الأفريقية 15 عاما اليوم لدينا 15 عاما والصين هي الأولى هذا التقارب ونركز في البداية على أندونيسيا قبل أن نعود لليابان ومن ثم نرحل إلى الصين أعتقد أن النقطة المهمة في كل ما أشرتم إليه هو أن هذا الانتقال من تيكاد عبر القمة الأندونيسية الأفريقية ثم في اتجاه منتدى الفكاك هو يركز على مسألة العالم الجنوبي وعلى التعاون جنوب جنوب وبالتالي تعتبر القارة الأفريقية هو العنصر المشترك في هذه القمام على اعتبار أن الأفريقية الآن أصبحت نقطة ارتكاز في الجغرافية الاقتصادية العالمية وفي الجغرافية السياسية العالمية والدول التي أشرتم إليها هي دول صاعدة بامتياز وأتحدث بسناء اليابان التي تعتبر قوة اقتصادية عالمية وفيما يتعلق بإندونيسيا نحن نتحدث على أن وفق ما نشره معهد ماكينزي ستصبح الاقتصاد السابع عالميا وعوض بطبيعة الحال أن تعوض مكان بريطانيا وهذا يعود بطبيعة الحال إلى ما يسمى بالمعجزة الاقتصادية التي حققتها إندونيسيا وبالتالي صناع القرار في أندونيسيا أو رجال الأعمال في أندونيسيا حالهم كحال اليابانيين أو الصينيين أو حتى الروس النظر الوجهة الآن إلى القرى الإفريقية انطلاقا من ما توفره القرى الإفريقية وأعتقد على أن المشاريع العالمية الكبرى وأنت أشرت إلى حجم التبادل التجاري ما بين الصين والقرى الإفريقية ونتحدث عن مشروع حزم الواحد طريق الواحد ونتحدث في نفسي الآن حتى مشروع البوابة العالمية الذي بالمناسبة وضعته أوروبا لمواجهة الطريق الحرير جعل 60% من الاستثمارات على المستوى القرى من هذه الميزانية موجهة إلى القرى الإفريقية ونتحدث على أن 2023 كان حجم الاستثمارات الصينية 40 مليون فقط للإشارة لماذا القرى الإفريقية أولا لكون أن الديمغرافية ديمغرافية فاتية نتحدث عن ضعف سكان القرى الإفريقية في أفق سنة 2050 نتحدث على أنها ديمغرافية شابة ديمغرافية كبيرة وديمغرافية شابة سوق عالمية بطبيعة الحال وحتى هذه التجربة الآن التي تمأسست من خلال هذه المتدايات وأتحدث عن العلاقة التجارية بين الطرفين هناك فيما يتعلق بالميزان التجاري ينبغي الإقرار بأن لم تعد بمعنى أن هناك وعي متنبد لدى الدول الإفريقية وأعتقد إن كنا نتحدث عن التنينات الأفريقية الأسيوية يمكن الحديث كذلك على الدول الصعيدة على المستوى القرى الإفريقية والتي أصبحت غيورة فيما يتعلق بالقرار الاقتصادي والقرار السياسي وبالتالي هناك توجه انطلاقا من قاعدة رابح رابح صحيح أن الصين هي التي عملت على بلورة هذا المفهوم لكن دول الإفريقية أصبحت تركز بشكل كبير لذلك لا نرى هناك خلاف أو فرق كبير على المستوى الميزان التجاري ما بين الواردات والصادرات من القرى الإفريقية تجاه هذه الدول نعم وفي أفريقيا هناك لكي نكون منصفين هناك دول تتمتع بعامل الجذب وإذا أردنا أن نشاهد الاستثمارات الأجنبية سنشاهد أن هناك سيطرة جنوب أفريقيا مصر غانا نيجيريا المملكة المغربية هذه الدول الرائدة ربما في وهناك الاقتصادات التي بدأت تتعملق شيئا فشيئا كرواندا مثلا كينيا التي تجرى فيها آلاف العمليات التجارية يوميا كمركز مالي واقتصادي صحيح نتحدث عن أندونيسيا وفي جاكارتا يعني الدولة الحالية منذ دولة الذي سيغادر الحكم بعد مدة قصيرة استثمروا في بناء أكثر من 300 سد في الفترة الأخيرة اليوم أزمة ماء شئنا ما بين المملكة المغربية تعطي الأولوية لهذا الملف ملف الإجهاد المائي السيد ناصر بوريطا الذي يمثل جلالة الملك في هذه القمة تحدث عن الاستعداد لتبادل التجارب وأيضا عن تعزيز التعاون وهناك أوجه مختلفة لهذا التعاون أفريقيا قدمت نفسها بأنها تلك القارة الفتية ولكن أندونيسيا لديها الخبرة العملية ما هي نقاط الاستفادة والتبادل والجذب التي قد تكون ولن نتحدث عن الصين وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول التي لها بعض طويل في القارة الصمرة ربما ينبغي مقاربة الموضوع من زاويتين زاوية الإفريقية والزاوية الأندونيسية والأسيوية وكما قلت الأخ نوفل 1955 كان مؤتمر باندونج سهرته في ذلك الوقت وكان نهره وكان أيضا ناصر وحتى أن المغرب من المؤسسين حركت عدم الحياز الملك الراحل محمد الخاميس رحمة الله عليه 1961 إنما تمأسسا وآنا داك في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ما يسمى بلا تخي كونتينانتال تعاون ثلاثي ما بين أمريكا اللاتينية وكان أسيو بطبيعة الحال وإفريقيا بما كانت تزخر من مؤهلات يعني فوق تطوير القرى الإفريقية نتحدث عن إفريقيا نتحدث عن مناطق جغرافية مختلفة الخمسة على الأقل ولكن نتحدث أيضا عن دول عرفت نوع من مصارات مختلفة وكانت في بداية حركات التحرر في أفريقيا للتحرر من نير الاستعمار تماما وسهمت فيها المملكة المغربية انذكرت الراحل محمد الخامس واجتماع الدار البيضاء الشاهد تماما وكان هناك أنا أعتقد أن هناك تقطعات مهمة الأخ فالوزير الخارجي المغربي بوريتا تحدث عن تقطعات وإمكانية أيضا أن تدعم أندونيسيا لأن دولة مصدرة ومنتجة للبترول وصل الغاز وهي من دول معروفة فيما يتعلق بإنتاج أيضا البون ثم أيضا الكوتشو أو المطات إلى آخره وحتى ما يسمى بزيت النخل الويلد بالم إلى آخره يعني لديها مؤهلتها إلى تقريبا جوج مليون كيلومتر مربع وكما قلنا بأن لديها يعني هي قوة ديمغرافية ثم تطور مستديم حتى أن مجموعة من المراكز التفكير تقارن ما بين النمو السريع لإندونيسيا مقارنة بالهند ويقولون بأن إندونيسيا تعريف نمو مضطرد أكثر من الهند على كل حال المقارنة مهمة وإن كان لها ارتباط بالاقتصاد الصيني وتباطئ النمو في الصين يؤثر بشكل مباشر على الاختصاد الأندونيسي تماما ولكن أندونيسيا يعتقد بدول مثلا كالمغرب هي دولة مسلمة كماليزيا وهذا شيء مهم جدا لدينا يعني ماضي ما لدينا عقاد ولا كذا ولا ثم احتل أندونيسيين الكثير منهم يتابعون دراستهم باللغة العربية والدراست الإسلامية في المغرب يحتل وكالة تنمية الدولية بالإضافة إلى ذلك المبادرات الملكية الأطلسي تأهيل دول الساحل من أجل الولوج الأطلسي الغاز أمو بالغاز تم ذكره في مدخلة سيد بوريطا أعتقد اليوم في بالي يعني مكان إنعقاد هذا المنتدى الثاني نسخته منذ 2018 بمعنى أن المغرب يراهن كدولة مهمة جدا في شمال إفريقيا وحتى في غرب إفريقيا أطلسية متوسطية إلى آخر على دعم أندونيسي وتنويع الشركة لأنه دائما نقارب هذا الموضوع بعلاقاته بشبكة العلاقات التي نسجها المغرب مع الدول مهمة باية المتحدة الأمريكية تكتول الاتحاد الأوروبي دول أخرى إيطاليا التي أطلقت أيضا أول قيمة في فبراير 2014 أعتقد هذه الاستراتيجية وتصور المغربي ثم إذا كان هناك دعم سياسي ديبلوماسي فمرحبا به نعم يعني ما وددت أن ربما استنبط من كلامك دكتور أن هذه العلاقات التي تنسج ليست اليوم ولكن منذ مدة مع هذه الاقتصادات القوية التي تتسارع في نموها فيها تغيب عقلية الدول الاستعمارية وأفريقيا ربما لها تلك القابلية لكي تذهب إلى أبعد مدى مع هذه الدول حتى الصين في حضورها في القارة الأفريقية هناك قواعد عسكرية صينية ولكن لا يوجد غزوات للصين في أفريقيا على عكس روسيا مثلا الفاغنر التي ربما تعيث فسادا في بعض المناطق ولا تحظى بقابلية أفريقية في كثير من الأحيان هذه العقلية الجديدة التي فيها دول أسيوية تبحث عن المنفع المشتركة وفي نفس الوقت قد تكون عوامل تنمية وقد تخدم أجندة القارة الأفريقية 1963 على مستوى القرار السياسي الأفريقي هناك قابلية للتطوير بعيدا عن تلك المصالح الفئوية التي كانت مع دول الاستعمارية وقضت على الموارد الطبيعية وحتى البشرية الأفريقية وجعلتها القارة التي توفر على العشر دول أكثر فقرا في العالم القارة الأولى من حيث البطالة القارة أكثر ضعفا من حيث النمو أستاذ قرطيط صحيح وأعتقد أنك أشرت إلى نقطة مهمة وسبق وأن قلت على أن هناك وعي متنامي لدى النخب الأفريقية فيما يتعلق بالقرار السيادي اقتصاديا وسياسيا بمعنى هناك غير على تنمية الدول الأفريقية الآن من هذا النخب وبالتالي على أنقاض التجربة السابقة تجربة السياسات نيو كولونيالية التي عرفتها القارة الأفريقية والتي سهمت بشكل كبير في تخريب اقتصاداتها وتحدت عن المؤسسات المالية الغربية وتأثيرها السلبي على نمو هذه الاقتصادات التوجه الآن من داخل الدول الأفريقية التي بالمناسبة كذلك هي حال وعحال هذه التنينات هناك معدلات نمو مهمة جدا سقارا بالدول الأسيوية في ضرفية وجيزة جدا انتقلت وأصبحت من دول الصاعدة على المستوى كنا دولة إيتيوبيا نسبيا نسبيا إيتيوبيا كانت رمز الفقر ورمز المجاعة خلال تسعينيات من القرن الماضي إيتيوبيا الآن نتحدث عن اقتصاد صاعد لدى دولة إيتيوبيا دول أخرى على المستوى رواندا كينيا جنوب أفريقيا غانا نيجيريا وهذه القمام توفر فرصة حقيقية جدا حقيقية فعلا فيما يتعلق ببناء شركة جنوب ولكن لم نصل إليها لا هذه مشاريع تماما تريليون و300 مليار دولار اليوم أكثر من 10 مليار دولار ناتج وطني ولعل نقطة انطلاق التجربة الصينية في القرن الإفريقية أخ نوفل هي من خلال من خلال الدفع المديونية لأكثر من 6 دول إفريقية نعم كانت تحت رزح المؤسسات المالية الغربية وهو ما جعل الصين تتمركز في القرن الإفريقية وينبغي الإقرار أن الصين هي التي أتارت انتباه الدول أو الاقتصادات الكبرى على اعتبار وأنت أشرت إلى 282 مليار حجم المبادلة التجارية ما بين القرن الإفريقية والصين و40 مليار لحدود نهاية 2023 كحجم استثمارات في القرن الإفريقية ومشروع الحزام الواحد طريق الواحد جعل القرن الإفريقية في قلب شبكة الطرق العابرة للحدود التي بنتها الصين والتي هي بالمناسبة خرائط عالمية تعتبر القرن الإفريقية نقطة الارتكاز الأساسية وأكثر من سبعة موانئ الآن أصبحت تحت وصاية الصين نعم ونحن نتحدث عن الصين والقمة المرتقبة بعد يومين الأربعاء أيضا الصين قوة اقتصادية عالمية يعني ربما تشكل القطبية الثنائية المفقودة سياسيا مع الولايات المتحدة فيما يخص النمو الاقتصاد الصيني وأيضا منافسة منافسة الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد عالمي والسيطرة والهيمنة وميد ان شاينا أصبحت مثل يضرب فيه المذل ربما لدى العالم أشمع الصين التفتت لأفريقيا وحضرت في أفريقيا كما تفضل دكتور أقارطيط عبر مبادرة حزام والطريق هذه المبادرة التي ربما فيها أشياء غير مسبوقة بمعنى آخر أن الصينيون يأتون ويستثمرون ولا يطالبونك بسداد كأموال وربما تكون شريك في الأرباح ولكنهم يعطونك امتيازات فقط كرقم والأرقام لا تكذب 98% من السلع القادمة من 27 دولة أفريقية نسبة رفع الأرسوم الجمهورية عنها وصلت لـ 98% اليوم القارة الأفريقية أيضا هي الأخرى لديها ما تقدم باتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ قبل سنوات بالمادة الخامة التي تتوفر عليها هذه القارة ولكن ألا يمكن أن نخشى أننا مرة أخرى سنكون فقط يعني بيدق على رقعة الشطرانج كما حدث في تعاملنا مع مجموعة من الدول العظمى والكبرى فيما مضى أم أن الصين من ذلك براء سؤال مشروع من ناحية الإبستيمولوجيا لماذا؟ لأنه منذ الاستقلاليات أو استقلالات عفوا أغلبية الدول الإفريقية منذ السنية القرى الماضي طيب يتحق السنية المغرب 56 تونس 56 إلى الأخير أنه كانت مجموعة من الكتابات تقول بأن الأفريقية ما البارت يعني أنها لم تنطلق جيدا هناك دول كانت تعطى كمثال مثلا ساحل العج ثم يعني غرقت في مجموعة من المشاكل ولم تصبح تلك الدولة التي تضرب أو يضرب بها المثال أعطيت إيتيوبيا إلى أخرى ودول أخرى النقطة الأولى النقطة الثانية فعلا ما كيصل عندما كان يترأس الاتحاد الإفريقي أعتقد في روسيا القمة ما بين روسيا وقال بحنا نحن نأتي ليس لنطلب أي مساعدة من القبيل الكلاسيكي ليس لنسعى ربما لأن هناك بالأسف عدم الاتفاق بين القادة الإفريقيين سواء رؤساء الدول أو رؤساء الحكومة أو وزراء فيما يتعلق بالمقاربة مقاربة التآمل مع الدول نقوله الماني حمبين مزدوجتين أو التي تشكل محور أساسي في هذه اللقاءات كالصين كاليابان ككوريا الجنوبية إلى آخره إلى آخره بحيث مثلا هناك من يطمح إلى تغليب كفة مثلا الأمن أو صفقات مرتبطة بالسلاح أو 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 إلى آخره واحترد الدول لا يكون دائما ربما منسجين مع التطلعات العميقة لدول ولكن هذا في التعاون الثنائي في العمل المتعدد لأطراف نعم هناك أجندة للدولة المانحة أو المستثمرة وللدول المستثمرة ولكن يدخل في هذه التركيبة مثلا لازلت أذكر كنت حضرته في اللقاءات تحضيرية للفوكاك 2018 وثمانية عشر وكان آنذاك ما يسمى بليوي بخيوغيتي يعني الأولوية الثمانية للصين بما في ذلك التحول البنيوي الصناعي ما هي الدول التي كانت مستعدة للإنخيرات في هذه العملية إن لم تكن لديها بنية تحتية قوية جدا فيما يتعلق بالمواصلات وتحدث عن دول الساحل مثلا دول فقيرة لا أريد أن أعطيها أسماء أضيف إلى ذلك أن هذه الدول الصين ولا كوريا الجنوبية ولا اليابان أول دولة أطلقت في أسيا مثل هذه اللقاءات في 1993 لديها حسابات معينة تحتاج إلى موارد تحتاج بالتالي أنا أريد أن أسأل أين أيضا حتى دور المؤسسات الإفريقية أنا واعي بأن الأمر يتعلق بلقاءات ما بين أندونيسيا ورؤساء الدول أو رؤساء الحكومات ما هو دول الاتحاد الإفريقي مثلا لأن الروح وهو الشعار الذي تم اتخاذ نتحدث أيضا عن منظمة الاتحاد الإفريقي التي أسسها المغرب بأن أطلقت التنمية مؤسسات مالية نتحدث عن أجندة 1963 يعني عمليا الدول الإفريقية بالأسف مشتتة نعم ونقولك واحدة مسألة أيضا إضافية وأن أندونيسيا أيضا حتى أنها يعانت من الانفصالية وتعرف بأن أندونيسيا هي التي تحطيم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الجزر أكثر من مئة غريب جدا وازيد وازيد حتى يمكن أن نستفد من الجزيرة التي يعقد فيها المؤتمر بالي والتي اليوم تعتبر مزارا سياحيا للملايين سنويا دقائق معدودة بقيت أقل من أصابع اليد الواحدة بالنسبة اليوم للقارة الأفريقية زعم أفونتاج لها أن يكون هذا التسابق المحموم عليها وماذا يعني أن تعزش شراكاتك مع التنينات الأسيوية في شراكاتك الأخرى المبنية مع شركاء تقليديين منهم الولايات المتحدة فرنسا في أوروبا إلى غير ذلك صحيح وأعتقد على أن المنطلق يتمثل في تجربة هذه التنينات الأسيوية بالأساس هذه الدول تمكنت من تكييف الرأس مال الأجنبي لصالح الرأس مال المحلي وأعتقد سيادة القرار أو سيادة الاقتصاد لهذه الدول هو قائم على كون أن الرأس مال المحلي أقوى من الرأس مال الأجنبي كلها دول استفادت من مساعدات صندوق النقد الدولي والمنك العالمي ونادي باريز ونادي لندن لكن ما جعل هذه التجارب تجارب منفردة هو أنها فعلا تمكنت من بناء رأس مال وطني قوي وأعتقد على أنه نفس التوجه على مستوى القرى الإفريقية والمغرب خير دليل على ذلك على اعتبار أن قوة الاقتصاد المغربي تتمثل في كون أن هناك رأس مال قوي الآن وطني تم تكييفه أو تم تكييف الرأس مال الأجنبي لصالح الرأس مال المحلي بل أكثر من ذلك هذه التجربة التي أصبحت للمغرب وبموجبها أصبح لنا رأس مال متحرك متجه نحو القرى الإفريقية من خلال الاستثمارات التي تم إنجازها على المستوى القرى ومن خلال حضور المقاولة المغربية كمقاولة نموذجية على مستوى القرى الإفريقية وبالتالي في نظر هذه القمام أو هذا السباق لهذه الدول يشكل فرصة حقيقية للاقتصادات الصاعدة على المستوى القرى الإفريقية بطبيعة الحال إن تم الحفاظ على قوة الرأس مال الوطني إن تم بطبيعة الحال تقوية تنافسية الرأس مال المحلي وتنافسية المقاولات الإفريقية وهنا الكلام للسيد ناصر بوريطة فيما يتعلق بتجربة المغرب في العديد من القطاعات بمعنى هناك وعي وإدراك لدى النخب الإفريقية بأن مستقبل القرى الأفريقية هو ينطلق مما يمكن أن تأخذها الدول الإفريقية من هذه الاقتصادات الكبرى نعم وفي ما يمكن أن تكسبه الدول الأفريقية هناك دول اليوم نعقد معها هذه المؤتمرات من الصين إلى اليابان إلى أندونيسيا وكلها لديها تفرد في مجموعة من الأمور الاقتصادية الصين على سبيل المثال لها بعض طويل في الصناعة اليابان أيضا في شركات التكنولوجيا إلى غير ذلك بالنظر للمناخ العام في أفريقيا هل يمكن أن تساهم هذه الشراكات في تحول بعض الدول ومنها المملكة المغربية التي تحول اقتصادها اليوم من اقتصاد فلاحي إلى اقتصاد أيضا فيه مساهمات ربما بارزة للصناعة على سبيل المثال صناعة السيارات قطاع الطيران إلى غير ذلك هل يمكن أن تكون محفزة الصين اليابان وأيضا أندونيسيا أعطي مثال واحد ربما قد يفيدنا في حديثنا جلالة الملك عندما تحدث عن الاستقلال الاستراتيجي بما في ذلك الصحية وإنتاج أيضا اللقاحات سينوفا هو المحاور الأساسي بالإضافة إلى مشاركين من السويد على ما أذكر وبالتالي هناك شاركة استراتيجية مع الصين نقطة الثانية 2016 كان ميسمى بميوراندوم مذكر التفاهم والمغرب أعلن إدماجه أو مشاركته في إطار طريق الحرير ثم تم التوقيع نهائيا 2021-2022 مغرب أنه يستفيد مما يمكن أن نسميه بلاسيغمونتاشون في المارشي مونديال يعني في السوق الدولية وقلت بأنه لا يضع بيضه في نفس السنة يأخذ من يابان ما يمكن أن يستفيد منه من التكنولوجيا وهي حاضرة في الاليناس في استثمارات الصين أصبحت أملاق تكنولوجي هائل جدا وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه في بعض الصناعات وأعتقد هذا يفيد المريب شكلين كبير جدا ويفيد عدد من الدول الأفريقية التي تسع نحو تحول في اقتصاداتها شكرا جزيلا لك دكتور زكريا أبو الله بستد العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس شكرا لك دكتور لحسن أقرطيط الخبير وبحث في العلاقات الدولية والشكر لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية إنما كنتم ترجمة نانسي قنقر